ومع انتصاف هذه الليلة تنتهي المدة المحددة للعمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة وهما الملحقان الذين قرر الأردن انهاء العمل بهما بعد 25 عاما وبذلك تعود السيادة الأردنية الكاملة على الباقورة والغمر غدا سيستعيد الأردن سيادته كاملة على أراضي الباقورة والغمر بعد ان استغلها الاحتلال ل25 عاما بموجب ملحقي الباقورة والغمر في معاهدة السلام ولذين كانا اشبه بتأجير هاتين المنطقتين للاحتلال بعد ان انهى الأردن العمل بالملحقين ابلغت الحكومة الأردنية وحكومة الاحتلال أن الأردن لن يسمح بدخول المستوطنين إلى أراضي الباقورة والغمر ابتداء من يوم الأحد وأن الأردن سيقوم بتطبيق قانون الحدود والأجانب على أي مستوطن يرغب بالدخول إلى الأراضي الأردنية كأي مستثمر أجنبي اذا كان هناك رغبة في التعامل في إجراء تنظيم خاص مثلا مع المزارعين الإسرائيليين وإجراء ترتيباتهم ومعاملتهم كأي مزارع أجنبي يتم استثمار أراضي أردنية طبعا لا يوجد ما يمنع ذلك شريطا أن يتم التعامل معهم كأي مستثمر أجنبي لا يوجد هناك أي تعويض لمزارعين الإسرائيليين هذه الأراضي أخذت من قبل سلطة الاحتلال وهذه سلطة الاحتلال لا تولد أي حقوق ملكية الأردنيون عبروا عن فرحهم بعودة العراضي إلى السيادة الأردنية دعينا إلى الاحتفال بهذا اليوم الذي اعتبروه يوما تاريخيا للأردن جاز هذا اللي بتحقق بكرا إن شاء الله هو ثمر الإنجازات أو خطوات وإجراءات قامت فيها الحكومة خلنا نحكي على الصعيد السياسي لازم الموضوع ما يوقف بس عند الغمر والباقورة لازم أنه تكون الإجراءات في القادم الأيام لاستعادة باقي الأراضي إن شاء الله المحتلة استعادة أراضينا المختصبة منذ سنوات وقد طال هذه الاستعادة إن شاء الله تعالى يكون هذا طريق لاستعادة فلسطين كامل بإذن الواحد أراضي البقورة والغمر غنية بالمياه والتربة الخصبة التي استغلها الاحتلال في الزراعة ودرت ملايين الدولارات على المستوطنين ويبقى السؤال ماذا أعدت الحكومة الأردنية من خطط للاستفادة من خيرات أراضيها وكيف ستستغل هذه الأراضي بعد عودتها إلى الأردن أمين سليم رويا